السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعود اليكم هباب برس لخلق مجموعة من البرامج الحوارية الهدفة سواء منها السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية بل ايضا والعلمية لا شك ان حديث الساعة يدور حول ما سمي بالحراك في الريف ونرود مناقشة هذا الموضوع وتداعياته السياسية والاجتماعية مع بعض الفاعلين الحقوقيين والنشطين السياسيين فمن يقف حقيقة وراء هذه الاحتجاجات التي سميت بالحراك في الريف ما دور الأحزاب السياسية في تقطير مثل هذه الوقع ثم كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تجريشي وتجنيدي ما من شأنه تأسيزا مثل هذه الاحتجاجات وكيفية علاجها اهليات الحوار المطلع من اجل صد مثل هذه الاوضاع وإيجاد الحلول الناجعة ثم من يركب على متن مثل هذه الاحداث سيما من بعض الجهات السياسية من اجل البروز وذاك البروز يكون أجوب حول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ فيصل أمرزوق فحامي بهيئة الربار فاعل سياسي وناشط حقوقي إذا أستاذي المحترم فيصل أمرزوق الناشط السياسي والمحامي بهيئة الربار نود تسليط نوعي من الضوء عن هذا الذي سمي بالحراك في الريف جدواه الهدف منه وتداعياته ومن يقف حقيقة وراءه مدينة الحسيمة مدينة الحسيمة مدينة الحسيمة هي مدينة عادية على جميع مدول مضاربية تعهم بالأمن والاستقرار والأهلية التي حضروا بالحياة العادية والحياة الكريمة شأنها شأن باقي بمدول المبلغ هذه النزلة تقول أن لهم مطالب اجتماعية والحال أن السلطات بما فيها وزير الداخلية في رحلة الكوكية من عاصمة الريباط للحسيمة دهابئية لا سيد وزير الداخلية الحالي أم سلف دياله ودليل على ذلك من جهة أخرى هو أن سيد ودي ديال المنطقة سيد يعقوبي قال السماء في المنطقة يشرف على هذا الوضع هذا في حوار دائم على الساكينة ديال المنطقة حسب ما يصلون من المواقع الإخبارية لذلك كنت تسألوا لا تسأل هذين الناس هذين مروا هل يعتقدون أن مدينة الحسيمة هي لهم فهذا قوم خطأ لأن مدينة الحسيمة هي مدينة مغربية تمتد من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها مدينتهم أربعين مليون مغربي ومغربيا وبذلك فهذه الناس هذين يتعجبون رسولهم ربما ربما مناظرين فهما ما تشكلوا إلا واحدة كلا قليلة لا تمتلوا إلا أنفسها فهذه رسالة الوجهات تمتلوا جوالهم لأننا تنقرأوا في المناظر الإخبارية على أنهم تمتلوا رسالي للسلطات على أنهم عندهم مطار بشماعية في حين أن المنطقة تتحية بالحياة العادية بالحياة المستقرة مدينة التي هي دينا إذا نحنا أربعين مليون مغربي ومغربيا تمتلوا رسالة لأننا لن تكونوا جميعاً بالسلطات فهو مغربياً بحالة هذه الأهداف التي تمتلوا معكم في حالة لأننا لن تكونوا بحيطة مطارب الشمائية فهو لا نعرضوا بأن المطارب والحقوق لا نتعرضوا بهم لكن تكون واحدة الحتيجة جاهزة من الأجل لا شيء أو وهو المصياطين هم جهود فهذا الشيء احنا ما غديش نسكشو عليه كما غاربة وكمواطنين مسؤولين ومعنيين بالدفاع على هاد الوطن وعلى هاد البلاد وعلى التوابث ومقدسات ديلها ونحن نحن نراحض حمل عالم ليس في العالم المغربي من طرف هاد القيلة القليلة اللي هي تدخل جينا نضغط باش ينبعوا ساكنة المنطقة ساكنة المنطقة خصى حيات كريمة مخصىش عالم غير العالم المغربي يتحمل هناك في الاقالي الشمالية المغربية فيما يخص من يقف وراء هاد الاحتجاجات فانه لحدود الساعة لا نعلم لا ندري كل ما يظهر على الصورة هو انه هناك شخص هو شخص مغربي من المنطقة يدعى بالزفزف هو الشخص اللي هو بين الصورة هو الشخص الذي يدعو الى احتجاجات يدعو الى اضرابات يدعو الى الاحتقال الاجتماعي فنحن لا نعرفوش من هي الجهة التي مع هذا الشخص او تساعده اذا ما دمتم سخصتم يعني ان هناك رجل مواطن مغربي يحمد بطاقة وطنية هو الذي يظهر حاليا في الصورة بدون النبش من يكون وراء هاته اكتجاجات ما هو دور او من الدور الفعلي للاحزاب السياسية برمتها ما قيمة تواجدها في الساحة امام مثل هاته الوقاية فيما يخص الحزاب السياسية المغربية فانه بكل اسف يمكن القول ان الحزاب المغربية سواء القديمة او لعرفة تسيس مخرا تركت واحد الفراغ كبير في الساحة وهو ما خلا بعض العناصر وبعض الجهات تتشغل على هذه الاحتجاجات وعلى هذه المطارب لان الحزب هو كمؤسسة يعني بتعطيها المواطنين بتعطيها فئة الشباب بتعطيها الفئات اللي هي ممكن تنقاذ وراء اطروحها معينة لذلك فاننا تلاحظوا انه لو لا تدقل ديال السلطات المركزية فاننا لا نشاهد اي دور لأي حزب في مواجهة هذه الاحتجاجات وهذه الاحتجاجات اللي تتفقدها واحد القيلة اذا استاذنا مروا الى نقطة الثالثة والجعادة المهمة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة تم استغلالها للأسف من اجل التجليس والتحرير وبالمقابل لازالت اوجر الرد والتفاعل مع هذا الذي سمي بالحراك لازال ضعيفا في نظركم ما هي هذه الخروج بحلول نجعة في متى هذه القضايا هذه الاحتجاجات ليست قضية سلطة المركزية والوزارة الداخلية وانما هي قضية جميع المغاربة فقطر المملكة وقطر المغرب والنخب المتقفة لا يعقد ان تكون واحد القيلة قليلة جدا اذا استاذي المحترم نأتي على اخر محور رغم ان الموضوع يتطلب اكثر من حوار هناك بعض الجهات التي حاولت جهات سياسية لا دعي بذكر اسمها وهي منفردة حاولت الركوب على مثل هذا الحدد وخرجت بتصريح نسازة ربما لا يواجه باقي الصرحات الرسمية المعمول بها تراكم في مثل هذه النعرات التي تؤجج من الوضع بكل صراحة فيما يخصر القصوات هذه ما يمكن القول عنها وانها قصوات لا يمكن اصوات الا بالقصوات النشاز بكل صدق بكل صراحة لان المصرحة الوطنية هي شيء واضح والمصرحة الوطنية كيف يمكن تحقق كيف يمكن الطرق ماشي بإطارة النعرات وإطارة الاحتجاجات وبالدفع بمدينة ومنطقة الى المجهول اذا شكرا أستاذ فيطل بمرزوك باسمكم جميعا وباسم هيبابرس نشكره الأستاذ المقترم فيصل موجود ناشط سياسي ومحامي بهائة الربا ونعلم وما استنتجنا من هذا الحوار ان الحراك الحقيقي هو حراك الوطنية وحراك الغيرة هو تشكتي بالهوية الجارح أبو سليم هيبابرس الحقيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا